الملاكمة في منغوليا حماس في الحلبة وحماس في المدرجات والمنافسة الآن حامية على المستوى المحلي سعياً لحجز بطاقة المشاركة في الألعاب الأولمبية في لندن بعد سنتين لا بد من السير في الطريق إلى النهاية هذا الرجل أسهم بقدر كبير في ربط الملاكمة باسم منغوليا بدارو جان أختير أحسن ملاكم في العالم في 2008 في ذلك العام حصل على ذهبية الملاكمة لمنغوليا في بكين وهو يسعى الآن لتكرار الإنجاز في لندن لكن عليه أن يتغلب أولاً على إصابته التي قصرت نشاطه على صالة التدريب ومنعته من الحلبة بمجرد أن تنتهي دورة أولمبية تبدأ على الفور لاستعدادات لدورة أخرى كما هو الحال مع كل الرياضي منذ انتهت أولمبياد بكين وأنا حددت لنفسي هدف الذهاب إلى لندن 2012 وهنا بدأ المشوار في ضحية فقيرة من العاصمة لا تخلو من المشكلات والشجار في الشوارع أبي قال لي لا تدخل في شجار في الشارع هذه ليست مواجهة حقيقية لو كنت بارعاً في الشجار فعليك بالحلبة وتحقيق النجاح لكن المجد لا يتحقق مع الراحة ستة أيام في الأسبوع من التدريب الشاق في صقيع منغوليا القارس وهو يواجه ضغطاً إضافياً هذه المرة المنغوليون رأوه يتقلد الذهب مرة ويريدون أن يروا ذلك مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر